اشتركوا في القناة ترقب كبير لقمة الجوهر الاتحاد والنصر وجها لوجه في الجولة التاسعة والوحدة يضع حدا لانطلاقة الشباب بالتعادل السلبي والانتفاق يعود لدرب الانتصارات الفرج قصة جديدة في الهلال بين الرحيل والبقاء والعابد غايد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسميق الناس ملكا 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 في الأرض يا على سبيل الصدارة حياكم الله من جديد مع دخول الجولة التاسعة من دوري جميل بدينا نشوف التنافس يعني قوي بين جميع الأندية اليوم ما نقدر نقول هذا فريقي نافس على الصدارة أو ما ينافس المستويات تقريبا متقاربة بين أندية الوسط والمقدمة ومواجهات يعني بكرة راح تحدد كثير من الملامع حول صدارة الدوري ولسه يعني التنافس ما اعتقد في هذا الموسم راح يتوقف عند محطة أو جولة معينة راح نشوف تنافس حتى الأخير باعتبار أن الأندية الكبيرة يعني موجودة في مواجهة التنافس راح نتكلم بكثير من هالملفات لكن خلونا في البداية نرحب بضيوفنا نقول مساء الخير الكابتن عبدالعزيز الخالد محل فني لبرنامج المنتصر حياك الله يا كابتن مساء خير أخيبد الله مساء خير المشاهدين وتمنى فعلا نقدم حلقة مفيدة الله أحييك أيضا من الخبر ناقد بدر الصقري الناقد لبرنامج المنتصر حياك الله يا أبو عبد الله أحييك أبو إبراهيم مساء الخير عليك وعلى الدكتور عبدالعزيز الخالد وعلى الحكم القدير مدوح المرداسي وعلى المشاهدين الكرام الله أحييك أنا تلخبطت مدري قلت أقول للخبر ولا الدمام للخبر أقرب شوي طيب نرحب أيضا بالمحلل التحكيمي لبرنامج المنتصف اللي من زمان عنا كابتن ممدوح المرداسي حياك الله يا كابتن الله يحييك مرحب فيك ورحب في المشاهدين والأخوان عبدالعيز الخالد والستاذ بدر الصقري وإن شاء الله تكون حلقة مثرية للجميع أنت غاية يا كابتن مع المباريات أنا مع المباريات أطلع يعني يعني في ناس يقولون الآن وين اللقطات وين اللقطات عشان تكون بالصورة يعني ما تكون علينا جاهز جاهز أنا أطلع فقط لمباريات الله إحنا حاولنا بالكابتن لكن الكابتن ترى ما يجينا في الحلقة خلونا نشوف في البداية أهم وأبرز الأخبار والأحداث كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن الرمز الأمير خالد من عبدالله لا ينوي شراء النادي أو امتلاكه في حال تم خصخصة الأندية حيث أنه يفكر فقط في تدعيم الأهلي بسبب حبه للنادي وليس للظهور الإعلامي وفي خلال الأشهر الأربعة الماضية دفع ما يقارب 90 مليون ريال استبعد الكرواتي زوران مامتش مدرب النصر الثلاثي حسين عبدالغني وأحمد الفريدي وعبدالله العنزي عن تشكيلة الفريق المغادرة إلى جدة لخوض مقابلة الاتحاد في الجولة التاسعة وجاء قراره إبعاد حسين عبدالغني لأسباب فنية والفريدي لغيابه عن التمارين أما الحارس عبدالله العنزي فلمستواه الباهت في الفترة الأخيرة أكد سيد دياز المدير الفني لنادي الهلال أن الفريق يتطور من يوم إلى آخر وفترة التوقف كانت فرصة لعمل التكتيك الجديد الذي سيعمل عليه في الفترة المقبلة وبسؤاله عن العابد قال أي لاعب لا يكون جاهزا ذهنيا ولا بدنيا لن يستطيع الفريق الاستفادة منه واللاعب كان مرهقا وغير حاضر ذهنيا لذلك تم استبعاده واصل نجم النصر الكابتن إبراهيم غالب برنامجه التأهلي بشكل يوميا في فرنسا على فترتين صباحية ومسائية ومن المقرر أن يعود اللاعب مساء الاثنين القادم إلى المملكة بعد نهاية برنامجه التأهلي ليتواجد في التدريبات الجماعية كشفت مصادر إعلامية بأن نادي الهلال لا يرغب التفريط في خدمات اللاعب سلمان الفرج ذلك رغم تأخر تمديد عقده واهتمام العديد من الأندية بالفوز بخدماته حيث أن اللاعب سبق وأن رفض العرض الهلالي وينتظر أن يعقد مسؤول الهلال جلسة جديدة مع اللاعب لحل أزمة التجديد تغلب تشومبوك الكوري على ضيفه العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور النهائي لدور أبطال آسيا 2016 حيث سجل هدفي تشومبوك اللاعب ليوناردو فيما سجلت دانيلو سبريليا هدف العين الوحيد وينتقل فريقان في مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استادها الزاع بن زايد بناد العين طيب خلينا نتكلم نبدأ الكلام بالهلال باعتباره أنه مثلا خبر النصر وخبر إبراهيم غالب راح نتكلم فيها في مباراة النصر والاتحاد القمة اللي راح يعني أكيد راح يتابعها كثير من الجماهير وتنتظرها الوسط الرياضي كابتن ديازي اليوم في المؤتمر يقول لك أنه راح أستبعد نواف العابد وأنه اللاعب يعني غير حاضر ذهنيا ولا حتى على المستوى البدني نحن نعرف أن نواف العابد يعني لاعب يعتبر في الأشهر الأخيرة وفي هذا الموسم من أبرز اللاعبين على مستوى الهلال والمنتخب السعودي تصريح مثل هذا ما يعتبر غريب؟ والله ممكن تقول غريب عبد الله لأنه أصلا حتى هذه ربما تكون من أشرار النادي يفترض يعني يفترض أن المدرب ليس مجبرا أن يصرح بهذا إلا إذا كان خرجت للإعلام وصار في كلام كثير في النادي وسؤل في المؤتمر فبالتالي يجب أن يجيب أنا من الناس ليس أيد الكلام حتى لو صار في كلام إعلامي لأن الآن الإشاعات كثيرة كل يوم في إشاعة لكن يفترض أنك أنت كمدرب تحافظ على هذه الأسرار وما تتحدث فيها حتى لو سألت قال يعني ممكن تجي بإجابة يعني على يعني أنه والله ظروف معينة أو أن اللاعب يكون متواجد أو يعني تتجاهل السؤال بشكل عام بكل أمانة يعني هذه مشكلة الأندية السعودية في عدم الاحترافية وفي خاصة جوانب ماليها يعني قبل يومين نسمع عن أحمد الفريدي اليوم العابد اليوم نتكلم عن عقود لاعبين يعني كابلين تعتبر أو تعتقد بأنه هذا التصريح ليس صحيح أنه اللاعب مرهق لا 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 ما أثبت ولا أمفي لأنني أنا ما أدري من يقريب من النادي عشان أثبت أو أمفي لكني أنا أقول المدرب يعني أنا الآن كمدرب مثلاً الرائد مثلاً في مباراة الغد يبدأ يرتب من اللي مش موجود في النادي يعني في اللقاء فممكن يستفيد منه نواحي الفنية لاعب مهم لاعب أساسي ومؤثر على مستوى المنتخب وعلى مستوى هلال يفترض أنت كمدرب ما تتحدث عنه بهذا الشكل على الأقل إلى ما تشوفوا شيء صحيح لكن ممكن تعذر المدرب في جزء منه أنه ولا اللاعب يعني إذا كان مثل مطالبة مالية أو عدم انضباط أو عدم احترافية اللاعب أحياناً تخلي المدرب يطلع من طوره ويبدأ يتحدث بأنه خلاص أنا عندي البديل وحسابياً خلاص هذا اللاعب ليس في حساباتي وبكل أمانة عدد كبير جداً من اللاعبين السعوديين ما يتعاملون مع عالم الاحتراف كما يجب وكررناها في البرنامج هذا وفي أكثر من برنامج أنه اللاعب السعودي للأسف لا يتعامل مع عالم الاحتراف كما يجب بالجدية بالمطالبة حتى لو كان في مطالبة مالية مثلاً أنا أطالب أو مثلاً فيه عدم اتفاق على العقد تجديد عقد أو غيره يفترض أني أقدم نفسي في الميدان والمطالبة هذا وكيل أعمالي هو يقوم بهذا الدور تماماً وأنا كلاعب أركز ذهنيتي صافية تماماً للعمل الفني أنفذ ما يريد المدرب أحضر أول اللاعبين وأنفذ كل الجوانب الفني نطلبها من المدرب هذا هو عالم الاحتراف المطالبة يجب أن لا تكون ليست من قبل اللاعب لا بالاعتراض سواء أحمد الفريدي أو العابد أو الفرج أو أي لعب عنده ظروف مالية أو اختلاف وجهة نظر مع النادي في تجديد عقد في مرتبات أو إلى أي شيء ثاني يفترض هذه الجوانب هذه تسمى جوانب إدارية مسؤولية وكيل الأعمال أنا كلاعب مهمتي ميدان وتعامل مع مدرب لا بد أن أعطي المدرب الإحساس الكامل أني مع الفريد بروحي بالتحدي بالعزم عساس أقدم نفسي كما يجب لكن اللي صاير الآن فعلاً في عالم كتا قدم ويبدو لهذا سبب التأسيس يفترض أن نعطي الثقافة والوعي لللاعب السعودي والفكر الاحترافي العالي حتى نعدل ذهنية فكر اللاعب في التعامل بعالم الهوات زمان فعلاً ممكن تضغط على النادي أنت لاعب هاوي ورأني جاي لأنني ما عندي سيارة ما عندي كذا كانت موجودة حتى على مستوى النجوم المشهورين كان يقول يقول لك ورأني جاي ما عندي سيارة توصلني يعني يفهموه يفهموه يعضو الشرف الفلاني يلا ليش ما جفلان النجم الفلاني نجوم ترى ومشهورين يعني ويقول أسماءهم معروفين عند الناس ومع ذلك تلقى خاصة في المباريات المهمة مباريات الديربي مباريات التنافسية الكبيرة بطولة يجيك اللاعب المهم وعارف نفسه بكرة من أهم اللاعبين حارس مرمى ولا مدافع ولا هداف يقول لك أنا والله بكرة ما أقدر ألعب الخطة عليه نعم فهو بالتالي يضغط على أعضاء الشرف لكن اليوم في عالم الاحتراف أنا أقول هذا يفترض منها أن تنتهي تماما نعم ويتعامل اللاعب بعقلية أخرى نعم طيب خليني أسمع رأيك أبو عبيد حول هذا الموضوع تعتقد أنه غياب نواف العابد يعني يضع حوله كثير من علامات الاستفهام ولا اللاعب صحيح يعني مرهق من خلال مشاركاته الماضية وحب نادي الهلالي ريحه عبد الله شوف أنت لازم تعرف أدق الأسرار في البيت الهلالي وعند اللاعب تحديدا كي تحكم يعني بشكل قطعي في هذا الموضوع أنا أتفق مع الدكتور عبد العزيز الخالد عندما ذهبي لأنه هذا سر من أسرار البيت الهلالي والمفترض أن المدرب يتكتم لكن في نوعية بعض اللاعبين أعتقد أنه لا يجدي التكتم نفعا مع مثل هذه النوعيات نواف العابد أعتقد أنه الكل أنا وأنت والدكتور أم اللاعبين وإحدى المواهب التي ينتظر منها الكثير وينتظر لها الكثير أيضا لكن نواف العابد يعني أعي الجميع بكثرة الغيابات بكثرة المشاكل بكثرة الانقطاعات حتى على صعيد مستواه الفني يرتفع تارة ثم لم يلبث إلا أن ينخفض تارة أخرى هذا الموسم غاب نواف العابد في أكثر من مباراة وهو موجود داخل الملعب نتكلم عن مباراة الشباب على وجه التحديد نواف العابد كان جسدا يعني من دون مستوى فني مأمول منه اليوم لعيبة المنتخب اللي موجودين في نادي الهلال كلهم عادوا بعد فراغهم من مشاركة المنتخب إلى تدريبات ناديهم نواف العابد تأخر يومين على ما أعتقد في دبي اللاعب لابد أن يفرق ما بين الاحتراف والهواية ما يتعامل به نواف العابد حاليا أشبه باللعيب الهواد في عالم الاحتراف لابد أن تكون منضبط داخل الملعب وخارج الملعب أنا تكلمت سابقا وأعيد وأكرر أنه هناك العديد من النجوم بما أننا نتكلم عن نادي الهلال هم في نادي الهلال تحديدا نجوم بلا تاريخ بلا إنجازات حقيقية ترفع من قيمتهم وأسهمهم عند المدرج الهلالي تتكلم عن نواف العابد على سبيل المثال وين نواف العابد وين الأساطير اللي سجلت أسماؤهم وكتبت بمداد من ذهب داخل البيت الهلالي لابد أنه نواف العابد يستفيد من كل السلبيات اللي مر فيها بالمرحلة الماضية إدارة الهلال ربما تضطر في الفترة القادمة لأن تكشف كل الملابسات اللي تخص هذا النجم النجم نواف العابد كلنا نتفق على أنه مكسب لكن ربما يصبح في القريب العاجل أكبر خسارة في الوقت الحالي للكرة السعودية هو نفسه قبل كل شيء أبو عبيد تفضل هو يخسر نفسه في البداية بلا شك أنا يوم أقول لك دكتور عبد العزيز يستفيد من سلبيات المرحلة الماضية فيه العديد من النجوم نحن نتكلم عن سلسلة كبيرة من النجوم اللي كانوا ملء السمع والبصر في يوم من الأيام وين هم الآن تتكلم عن خالد عزيز تتكلم عن عبد الله الجمعان في نادي الهلال تتكلم في الأندية الأخرى عن عبيد الدوسري مجموعة كبيرة جدا يعني أعتقد أنهم ظلموا أنفسهم قبل أنهم يظلموا أنديتهم ومنتخبهم والكرة السعودية بشكل عام اليوم يا نواف العابد متى ما وضعنا النقاط على الحروف أنت تلعب لنادي كبير ولمدرج كبير وتلبس شعار نادي واحد من أكبر الأندية في الوطن العربي الكبير لا بد أن تقدم عربون لهذا النادي بانتظامك داخل الملعب وخارج الملعب اليوم ربما المدرب يقول لك غير جاهز ذهنيا وفنيا لذلك أنا استبعدت ربما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه يضطر لكشف الكثير وهذا ما لا نتمنى أنه نخسر مثل هذا النجم والحديث طبعا يمتد إلى كثير من النجوم في الكرة السعودية وليس في نادي الهلال تحديدا أو حتى نواف العابد نعم اليوم يعني فيه خلوني أقول لكم مصادر أو تسريبات إعلامية يعني تعتبر خطيرة جدا في موضوع خصخصة الأندية وتحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي اليوم كان فيه أخبار تقول أنه الأمير خالد بن عبد الله ما عنده نية أنه يدخل في شراء أو امتلاك النادي الأهلي في حال خصخصة الأندية في المرحلة الجاية ومثل ما أعلن عنها خلال الفترة الماضية دكتور هذا كلام خطير ممكن يكون يعني بواد غير جيدة بالنسبة لخصخصة الأندية يتكلمنا عن الأمير خالد بن عبد الله اللي يعتبر يعني من أهم الشخصيات اللي كانت في الواجهة خلال السنوات الماضية شوفوا هي ليست عقبة بل عقبات حقيقة يعني بين الأندية الآن وأي مستثمر الديون ممتلكات تتبع للحكومة وللعاية الشباب كيفية التعامل منه المستثمر اللي بيجي اليوم ويمكن ما يحصل ناتج استثماره لبعد عشر سنوات صحبة جدا أنا أتصور أنها شعبية أكثر منها شخصية يعني لا يمكن واحد يجي جازف اليوم يشتري نادي وظروفه المادية هناك ديون هناك عقود لاعبين مدربين مدرج يطالب بنتائج بغض النظر عن مكسبك أنا أتصور أنها صعبة جدا وثم جانب العاطفة هو العشق يعني الأمير مثلا خالد بن عبد الله يعشق النادي الأهلي لن يتنازل عن حتى بقضية حتى رجعه مستثمر بيكون موجود هو كداعا لن يحب النادي يبغى النادي يحقق بطولات وشفنا تاريخه مع نادي الأهلي فترة طويلة جدا ومثله كثير من أعضاء الشرف يعني كثير من الناس الآن عندما يتحدثون عن الاستثمار وعن الخصخصة يتحدثون أنه يفترض أن نهمش أعضاء الشرف هل نصل إلى هذه المرحلة أو لا يربما أسئلة دائما تطرح هل فعلا إذا تم خصخصة الأندية وأصبح الاستثمار حقيقي هل فعلا أعضاء الشرف بيبتعدون أو بكلهم آلية معينة في طريقة دعم النادي أو أسهم أنا في تصوري كمشروع وطني أنا أشوف أنه مهم جدا والدولة تدعم بقوة في هذا الجانب لكن في تصوري هناك الكثير من العقبات يجب أن تبحث ويجب أن يتم بحثها وتحليلها تحليل كامل وتشاهد الجوانب السلبيات والإيجابيات ونقاط القوة ونقاط الضعف والحلول والبدائل كلها جوانب لابد أن تكون متواجدة أمام من يريد لابد أن نحلل الوضع بشكل دقيق جدا إذا لم نحلل فقط مجرد عاطفة ويلا أكثر جماهيرية عندها مثلا كذا نضبط قضية القمصان اللاعبين وخلاص نستثمر لا أنا أشوف القضية أكبر من كذا طيب أسمع رايك أبو عبيد في هذا الموضوع أكيد أنت تتفق معنا بأنها يعني تعتبر ممكن بوادر غير جيد لما يطلع مثلا أخبار من هذا النوع ممكن اليوم ما نشوف تصريح على المستوى الرسمي يعني من الأمير خالد بن عبد الله لكنها أخبار موجودة وتعتبر أخبار سلبية للجماهير الهلوية وحتى الوسط الرياضي أنه شخصية مثل الأمير خالد بن عبد الله يعني ممكن يبتعد عن النادي الأهلي عبد الله حتى وإن راجت مثل هذه الأخبار وحتى وإن كانت المصادر مؤكدة بنسبة مئة في المئة أعتقد أنه ما يربط الأمير خالد بن عبد الله بن نادي الأهلي أكبر من قضية دعم مباشرة أو حتى خصخصة أو حتى إدارة عن قرب الأمير خالد بن عبد الله ما يربطه بن نادي الأهلي مسألة عشق امتدت لأكثر من خمسة عقود هذا العشق اللي امتد طوال هالسنوات الماضية لم يرتبط بمنصب أو مسمى مباشر للأمير خالد بن عبد الله مع النادي الأهلي للأمانة عبد الله الأمير خالد دفع مئات الملايين ربما يعني تتعدى إلى أرقام فلكية جدا دفعها من نابع عشق وحب لهذا النادي اللي لا يرى نفسه إلا بين أركانه وبين جنباته اليوم لما تتكلم عن الخصخصة حتى وإن ابتعد الأمير عبد الله بن خالد عن الاستثمار وعن تملك النادي أنا أعتقد أنه لن يبتعد بالرأي بالمشورة بالدعم بطريقة أو بأخرى لكنه هذه يعني أعتقد أنه لابد أن تسن هذه السنة بشكل واضح وجلي وقطعي أنه نفتح الاستثمار حتى للمستثمرين الأجانب اليوم تتكلم عن نادي بحجم النادي الأهلي حقيقة في السنوات الأخيرة أعتقد أنه سيكون مطمع لكل الشركات سواء المحلية أو حتى الأجنبية عبد الله عندنا الأربع الأندية أو الخمسة الكبار بلا شك ستكون مطمع سواء للشركات الخليجية أو المحلية أو حتى الأجنبية اليوم هناك عدة عقبات في طريق الخصخصة لكن عندما نتكلم عن النادي الأهلي تحديدا أنا أعتقد أنه واحد من أكبر الأندية اللي ستكون مطمع لكل الشركات سواء كان الأمير خالد بن عبد الله قريب أو حتى بعيد منها اليوم لا يرتبط هذا الأمير والعاشق والمحب بمسألة ارتباط مباشر هو قريب في كل الأحوال سواء كان بمسمى مباشر أو حتى داعم عن بعد نعم طيب خلونا ندخل في الموضوع اليوم الأهم المنافسات المحلية الاتفاق واصل تحقيق النتائج الجيدة بعد تجاوز الخليج بهدفين لهدف وأكيد هذا الفوز راح يعطي كثير من الارتياح للفريق الاتفاقي اللي يعني بعد عثرات المنافسة والتي تسببت بصورة مباشرة بإقالة الجهاز الفني السابق مع الفريق الخلجاوي وكذلك في الموسم ما قبل الماضي انطلاق أولى الآن لصالح الاتفاق على طرف ليسر فيه عظيم ممتازا على الاتفاق الله على الاتفاق اللي عاد مع الكويكبي للمستويات الرائعة لدينا الآن فرصة ومحاولة على شات اليمني لصالح الخليج عرضية بالانتظار علي براس عودة لأبناء الدانة عودة للخليج عودة للصالح جلال القادري عن طريق عبدالله السالم وفي الالفين وستة في الالفين وستبعة أفضل مباراة كانت في تلك الحقبة للخليج كانت في مباراة العياب لكن الخليج ألمع الأقضى لصالح الاتفاق عاد الكويكبي عاد فوق الاتفاق فوق سجل يا الشرف سجل الكويكبي الاتفاق مع الكويكبي يسعد كل العشاق يسعد كل العشاق والشرف يرسل الأشواق لهؤلاء المدرجات طيب تكن أعتقد كل مباراة بالنسبة للاتفاق أو النقاط مهمة كثير يعني لإثبات نفسه الفريق الاتفاقي في هالموسم بإدارته الجديدة بلعيبته الشباب الجدد يعني الفريق بحاجة إلى الفوس بدون شك طبعا أولا فوز مستحق صراحة يعني والخليج علامة استفهام كبيرة جدا الاتفاق استحق لأن يكسب المباراة لكان هو الأفضل طوال المباراة أنا في تصور طبعا العمل الإداري أنا شوفنا على أعلى مستوى حتى المدرب السابق بالقاسم كان مدرب كذلك جيد الدعم الشرفي والالتفاف الاتفاقية هذا الموسم أنا شوف أنها ممتازة جدا حتى من الصعود من الدرجة الأولى إلى الكبار والمحترفين يعني واضح فيه جهد مبذول في الاتفاق بشكل ممتاز فنيا فريق جيد في عناصر اختيارات الأجنبية معقولة جدا أنا تصوري البداية القوية اللي بدأ فيها الاتفاق عندما كسب النصر ثم كسب الهلال أنا في تصوري أعطت شعور للاتفاقين أنه هذا فريق بطل يفترض يكون بطل الدوري أنا في تصوري بدون تقليل والله من الاتفاق ومن الأندية اللي يعني أعرف أنها أندية يعني جميلة جدا في أداة حتى في تاريخها الاتفاق لكن هو بالغ في الطموح يعني كان ممكن يكون واقعي شوي لو كان واقعي الثقة زادت عندهم لا الثقة زادت ليس الثقة أصبحت الضغوط أكبر حملوا أنفسهم يعني حمل أكبر من يعني يدخلون كل مباراة وهم يفكرون بالصدارة الدوري بمنافسة مع الكبار الصدارة أنا كاسب النصر ثم كاسب الهلال يفترض أني الآن بطل الدوري هذا التفكير عندما وصل لهذه المرحلة أنا في تصوري أثر على عطاء اللاعبين لذلك اضطروا يلغون عقد مدرب ومدرب جديد جهاز فني جديد لكن في أسماء في الملعب في نجوم وعندهم استعداد يكون يعني نتائج جيدة استعجلوا على إقالة المدرب يعني كان هو خيار خيار رغم المدرب ما كان هو الخلل ما كان الخلل هو اللي طلع معهم الدوري جميل هو حافظ اللاعبين هو اللي سوى فترة الإعداد وهو اللي يختار الأجانب واختار بعض الاستقطابات الوطنية وبالتالي أنت محتاج أن يستمر لكن لنقولك المبالغة في بداية الدوري ضغطت على المدرب ضغطت على الإدارة ضغطت على اللاعبين وأثرت على عطاءهم لكن بكل صراحة فريق الاتفاق الآن يقدم كرة جيدة في أسماء في بودلة على مستوى عالي جدا فريق ممكن يكون يعني خلنا نقول من الخمسة الستة السبع الأوائل في الدوري يعني معناه الدوري إذا استمر بهذا الشكل لكنه في عمل الحقيقة جيد يعني في عمل إداري واستقطابات وحتى روح اللاعبين أنا أشوف في الملعب في روح جيدة بين اللاعبين وهذه دائماً أعتبرها مؤشر جيد أنا دائماً من الناس اللي أقول روح الإسراء الواحدة في أي فريق يعطيك انطباع يعني أو أفضلية أو مؤشرات نجاح من مؤشرات النجاح نعم طيب أبو عبيد أنت كيف شايف الاتفاق؟ يعني هذا ثاني فوز للفريق بعد إقارة المدرب وفقاً للظروف ببراهيم بعد فترة الانقطاع الماضية وبعد الجهاز الفني الجديد الفريق الاتفاقي أعتقد أنه الاتفاق حقق الأهم اليوم بتجاوز المنعطف الخطر جداً الخليج اليوم وأعتقد أنه حقق المطلوب لكن أنا بودي أن أوجه رسالة للاتفاقيين لأنه للأمانة أرى من بعض الاتفاقيين من يظلم هذا الفريق يعني بشكل كبير جداً الاتفاق عبد الله كتاريخ لا يختلف عليه اثنان نادي له من الأولويات والبطولات والإنجازات والرجالات الشي الكثير هذا ما نختلف عليه لكن إحنا نتكلم عن واقع الواقعية مطلوبة في هذا الأمر تحديداً الاتفاق للتو صاعد من دور الدرجة الأولى بعد صعودة التقى في الهلال وفي النصر واستطاع أن يتجاوز الهلال والنصر سقف الطموح رتفع كثيراً لدى إدارة الاتفاق ولدى المدرج الاتفاقي اليوم متى ما كانت الإدارة الاتفاقية عقلانية هي والمدرج الاتفاقي لا بد أنهم ينظرون إلى أن فريقهم للتو صاعد وينتظره مستقبل خلال السنوات الماضية توجد عناصر في الفريق الأول عناصر شابة ينتظر منها الكثير هناك قدرات إدارية في الفريق الأول أيضاً أجهزة فنية على كافة القطاعات أعتقد أنها جيدة جداً لذلك لا نحمل هذا الفريق فوق طاقته اليوم لما يقابل الاتفاق الخليج وتجاوزه أعتقد أنه تجاوز منطقي لكن لا يكبرون سقف الطموح بشكل كبير يعني بحيث أنه يتبادر إلى ذهن بعض الجماهير الاتفاقية أنه الاتفاق راح ينافس على بطولة الدوري أو إحدى بطولات هذا الموسم العقلانية مطلوبة يا جماهير ويا إدارة نادي الاتفاق نعم طيب خلونا نروح للحالات التحكيمية لمباراة الاتفاق والخليج مع الحكم الدولي والمحل البرنامج المنتصف كابتن ممدوح كابتن ممدوح في حالات جدلية كثير في هالمباراة يعني تقريبا أخذنا من المباراة هذه أربع حالات وهي أبرز الأربع الحالات طبعا نشوف الآن طاقم التحكيم طيب واضح نمج جاهز كابتن هذا طاقم التحكيم الآن جاهز قيادة محمد النهيت وناصر مضفر وحزام العمري هذا طاقم التحكيم أمامنا الآن نشوف الحالة الأولى نشوف الآن الحالة الأولى الحالة الأولى طبعا مطاربة لاعبين الاتفاق بركلة جزاء نشاهدها الآن هناك مهاجمة بإهمال نشاهد الآن هناك مهاجمة بإهمال ركلة جزاء صحيحة الاتفاق لم تحتسب وهناك قبل مسك ولكن نجح اللاعب يتخلص من المدافع وبعدها حصل مهاجمة وكان الحكم زاوية الرؤية قريبة جدا ولكن لم يتخذ القرار مناسب باحتساب ركلة جزاء للاتفاق دقيقة 41 نشاهد الآن الحالة هذه طبعا إعادة للحالة وركلة جزاء واضحة الآن هنا مسك وبعد ما تخلص المهاجم هنا حصل مهاجمة وركلة جزاء لم تحتسب الحالة الثانية الآن عندنا هنا هذا الطرد لاعب القليج بالإندار الثاني هذه الدقيقة 51 الإندار الثاني هناك الإندار الأول بالدقيقة 28 والآن جبنا اللقطتين الدقيقة 28 والدقيقة 51 نشاهد الآن دار الأول هل هو صحيح ولا لا هذا الاندار الثاني هناك مسك من لاعب القليج وإندار الثاني قرار صحيح من الحكم والإندار الأول بالدقيقة 28 وأيضا قرار هذا الاندار الأولاني جبناه أيضا هنا مهاجمة بتهور وحصل الاندار الأول إذن الاندار الثاني صحيح والاندار الأول صحيح وبالتالي قرار الطرد صحيح للحصول اللاعب على الاندار الثاني في نفس المباراة نشوف الآن الحالة الثالثة الحالة الثالثة الحكم هنا الآن زوية الرؤية واضحة أمامه احتسب ركلة جزاء للاتفاق ونشاهد لماذا احتسب ركلة جزاء هنا اعتراض من اللاعبين الخليج نشاهد هل قرار الحكم صحيح ولا لا نشاهد الآن اللاعبين كلهم الآن طلعين اللعب الكرة فوق ولم يحصل هناك الحكم يمكن اشتبع عليه أنه هناك لمس من لاعب يد الخليجي اللعب فعلا مد يدي ولكن لم يلمس الكرة من الإعادة وكان قرار الحكم غير صحيح باحتساب ركلة جزاء للاتفاق أعتقد أن ركلة الجزاء هذه ضاعت ما سجلت وقرار الحكم كان خاطئ باحتساب ركلة جزاء لا يوجد مهاجمة لا يوجد دفع ولا يوجد أي شيء كل اللعبين طعين فوق لعب الكرة بالرأس ولم يحصل هناك حتى محاولة لبس الكرة باليد الحالة الأخيرة عندنا هنا الحالة الأخيرة هنا مطالبة لعبين الخليج بركلة جزاء نشاهدها الآن هنا ونشاهدها بالإعادة ونحكم عليها هل قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب أم هناك نشاهد الآن هنا ولها إعادة هنا الآن نشاهد تنافس طبيعي بين اللعب والمهاجم ولم يحصل أي مهاجمة وبالتالي قرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح مجملاً محمد النحيت من حكام الدرجة الأولى الموسم هذا عنده تذبذل في المستوى يعني هذا الآن هنا قرارات مؤثرة إنه نفترض الآن فرضاً أنه الاتفاق لم يفز في المبارة كان تأثرت انتيجة المبارة وبالتالي إذا تأثرت انتيجة المبارة لا يحصل الحكم على سبعة ونص في أي حالة من الأحوال ولكن لبنى الاتفاق فاز وهناك قرار ما تثرت وقرار الطرد صحيح إذن يحصل على سبعة فاصلة ثمانية تعتبر برضو درجة متدنية في التحكيم نعم طيب الشباب أيضاً تعثر اليوم قدام الوحدة بتعادل السلبي كثير من الشبابيين أكيد كانوا يعني يمنون النفس بصدارة مؤقتة للدوري حتى مواجهات بكرة لكن الشباب خرج بنقطة وحيدة مع الوحدة يعني ما في كثير من الأحداث في هذه المبارات ممكن نشوف كثير من الحالات التحكيمية لكن أقصد كمجريات مبارات ما كان فيها كثير من الأحداث كابتن عبد العزيز توقعت اليوم أنه الشباب يتعادل مع الوحدة لا طبعاً كنت أتوقع الشباب يكسب صحيح أنه الشباب يعذر اليوم في غياب الهداف الكبير بن يطو ومعقولة تماماً لكن الكابتن سامي كان يفترض يكون عندها أكثر من حل طبعاً التركيز ما كان عالي جداً كان اللعب فقط جهة اليمين جهة حسن معاذ عبدالله أصطمو في مستواه المعتاد هذه ثانية مبارات يرعبها الشباب بدون بنيتها كانت لولاً قدام الفيصل يفاز الفريق واحد صفر نعم لكنه في آخر الدقائق فيه واضح يعني لا تأثير الكبير لا تأثير الكبير بدون شك واليوم كان يفترض يكون عنده خيارات أخرى حتى تنوع الهجوم مثلاً أو على اليمين وعليسار أنا شفت الشغل كثير عند حسن معاذ والأصدى ما كان الجانب الهجومي يعني تقريباً يمكن ربماً يكون عبدالله جاي من إصابة وما رجع مستواه المعهود نعم صحيح لكن التنوع أحياني يفك عليك خاصة في السلوب الدفاع طبعاً وحدها استحق النقطة وكان يبحث عنها المدرب واسلوب الحقيقة دفاعي محكم الدفاع مركب بتغطية جيدة بميلان مثالي عندما يفقد الكرة الوحدة يعني لعب على النقطة ولذلك حتى خياراته ما كان بدأ بمختار الهداف لأنه يعرف المختار ليس لاعب السرعة هو لكن لاعب منطقة المرمى ولا يستطيع سجل في أي لحظة لذلك أشركه في الشوط الثاني لكن جزء كبير من المرات لم يشركه رغم أنه هداف لكن بشكل عام الوحدة خارج أرض ويتعادل مع فريق من المنافسين يعتبر لكن هذه النتيجة أعادت الشباب في الترتيب وربما تضغط على المدرب وعلى اللاعبين أكثر فريق عنده عناصر وعنده أسماء يستطيع أن يكون متواجد بشكل أفضل نعم طيب أبو عبيد يعني تعتقد اليوم بأن غياب بنيطو ساهم بصورة مباشرة في التعادل السلمي بالنسبة للفريق الشبابي بلا شك عبد الله الأندية السعودية ككل تعتمد على العنصر الأجنبي بشكل فاعل ومؤثر لنا في الأهلي تحديدا عندما يغيب أو يحضر عمر السومة كيف نشوف شكل الأهلي اليوم نادي الشباب أنا أعتقد أنه تعادل بطعم الخسارة تضرر الشباب كثيرا من إصابة بنيطو لا يوجد في الشباب مهاجم صريح مهاجم قناص ويعوض غياب المحترف بنيطو اليوم الشبابيين يحق لهم أن يتذمروا من نتيجة المباراة وكنت أستمع إلى المؤتمر الصحفي للكبتن سامي الجابر في الأمس عندما قال بأنه يطمح مع فريقه لأن يعتلي صدارة الترتيب ولو مؤقتا نفس الكلام اللي قلته عن الاتفاق قبل شوي أقوله عن الشباب في الشباب أيضا لا يرتفع سقف الطموح عن الواقع الموجود في الفريق الشبابي عندما استلم سامي الجابر الشباب وجد فريق مرخل مفكك يعني مبعثر من كل الاتجاهات فنيا إداريا على كافة الأصعدة بدأ الرتم يتصاعد شيئا فشيئا لا يعلو سقف طموح لدارة الشبابية ولا حتى الكبتن سامي الجابر هناك فرق جاهزة بنسبة 100% لهذا الدوري لذلك عطفا على العناصر الموجودة اللي أنا أقول لك اليوم حتى وإن شبه الكثير أنه التعادل بطعم الخسارة إلا أني أنا شخصيا أميل أنه لابد أنه يكون المدرج الشبابي أيضا عقلاني ومتعقل مع وضاع الشباب ربما في الفترة الشتوية ومع فترة الانتقالات القادمة تتغير كثير من الأمور على مستوى العناصر الأجنبية في الفريق الشبابي نعم طيب أيضا الكوش سامي الجابر اليوم مدرب الفريق الشبابي ظهر بصورة خلوني أقول كان منفعل في الدقائق الأخيرة مع تقدم الحارس وليد عبدالله من الواضح أنه الجابر كان من ضايق كثير من خروج وليد عبدالله مرمى وحف من هجمة مرتدة في المباراة بعد التلعب الرقنية أسمع تعليقك كابتن طبعا حتى طبعا لشك أنه خلل كبير وليد عبدالله أنت نتيجة واحدة يعني أنت ما أخذ نقطة من المباراة كان بالإمكان أن تجي في الرقنية أنت ما أنت خسران لو خسران وحد صدر ممكن نقول لك خلاص يا تيجي التعادل حتى لو جثاني ما في مشكلة لكن نتيجة متعادلة وعندك نقطة أنت ضامن نقطة الآن في حسابيا هذا يعتبر تحور سامي كم منفعل زيادة من حق الانفعال الكابتن سامي وحتى الكابتن المدافع حسن مغال لا الجزائري جمال العمري بالعمري عادة شوف تلاحظ اللقطة واضحة يعني عادة قال ارجع له هذا منطقي تماما يعني صحيح يعني المباراة لو خسران واحد صفر منطقية آخر دقيقة ولا آخر ثانية ممكن تطلع لكن لو مثلا هذه مساكها والمدافع الوحدة ورماها في المرمى ممكن تكون نقطة هدف وتخسر عليك النقطة صحيح لذلك تصرف غير جيد من وليد وليد يعني لاحب خبرة يعني الآن لعب منتخل وفتر طولة يلعب كيف تفعل وطبعا امتثل وهذا ناحية إيجابية طبعا امتثل مباشرة وعادها إلى الدفاع إلى موقع كحارس مرمى وانتهت القصة لكنهم فعال مبرر من اللاعبين ومن الكابتن سامي إن اللاعب كيف تيجيوا النتيجة واحد يعني صفر صفر فمنطقية تماما طيب وعبيد تتوقع أن وليد عبد الله ممكن يتقبل الانفعال اللي احنا شفناه اليوم بلا شك خصوصا أنه علاقة سامي معهم يعني علاقة أكثر من مدرب يعني علاقة أخوه قبل أن تكون علاقة فنية لكن أنا اللي شدني نظرة سامي الجابر لما رجع وليد عبد الله نظرة ذيب هذه يا أبو إبراهيم لابد أن نتخوف وليد عبد الله فرجوع وليد عبد الله أعتقد أو خروجه بالأساس غير مبرر لكن أنا بودي أن أتساءل من يفك لغز الحارس محمد العويس حقيقة الشباب بحاجة ماسة إلى مشاركة الحارس محمد العويس بصفة أساسية مع كل الاحترام والتقدير للكبتن وليد عبد الله بس كذلك الموضوع مرتبط بعقده معنادي الشباب الحارس اللي الآن ما وقع وأعتقد أنه شبابيين ما رح يعني يعتمدون عليه بشكل أساسي لأنهم خايفين من مسألة استمرار ومن عدمها لكن ترى ما في فوارق أبو عبيد ما في فوارق كبيرة بين وليد ومحمد يعني هذا كتميز بالشجاعة والحضور وما زال صغير لكن وليد عنده الخبرة وعنده التجربة الطويلة ما أشوف الفوارق لكن متهور يا دكتور عبد العزيز متهور شوي وليد عبد الله ناهيك عن أنه محمد العويس يعني حضوره الأخير مع المنتخب السعودي في مباراة اليابان استطاع أنه يتصدى إلى العديد من الكرات الخطرة وجود محمد العويس أعتقد مصدر إطمئنان أكثر من وجود وليد عبد الله لذلك أتمنى من الإدارة الشبابية بحكم أنه الأخبار أيضا اللي طلعت اليوم من البيت الشبابي في عملية عقد الحارس العويس لا بد أنها تنهي موضوع العويس إما بالتجديد معه أو عرضه على قائمة الانتقال والله العويس وسلمان الفرج هم أكثر ممكن قضية اثنين تكلمنا فيهم طول مبداية الموسم يوقعون ما يوقعون ما يدري إيش لكن في النهاية إلى اليوم ما في نتيجة نهائية خلينا نشوف الحالات التحكمية ومبرات الشباب الوحدة كابتن عندنا ومبرات الشباب الوحدة طبعا هذا طاقم التحكيم كان قيادة ماجد الشمراني وعبد العزيز الأسمري وماجد سرور وسامي الجريس حاكم رابع أخذنا من المبارات هذه ثلاث حالات تقريبا هي أبرز الحالات عندنا هذا طاقم التحكيم عندنا دقيقة 29 كان مطالبة لاعبين الشباب بركلة جزاء مطالبة لعب الكرب اليد نشاهد الآن ونعلق عليها نعم فعلا هناك لعب الكرب اليد ولكن لا يوجد تعمد من اللاعب الوضع التشريحي للجسم كان اليد في مكانها الطبيعي ولا يوجد أي تعمد من اللاعب نشاهد الآن بالزوم واضحة لا يوجد تعمد وقرار الحكم بتقدير أن اللعبة استمرار اللعب كان قراره صحيح لا يوجد أي تعمد في هذه الحالة وقرار الحكم هو صحيح باستمرار اللعب نشاهد الآن الدقيقة نشاهد الآن هنا أكثر من زاوية نشاهد الآن بالدقيقة هنا 80 عندنا نشاهد الآن مطالبة لعبين الهلال هالمرة لعبين الشباب بالركلة جزاء نشاهد الآن الدقيقة الثمانين ماذا حدث هناك لاعب الوحدة كان بيخلص الكرة ولكن بإهمال بإهمال حصل هناك مهاجمة على لاعب الشباب هنا نشاهد الآن وركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة الثمانين وفعلا مطالبة كان سامي الجابر بركلة جزاء كان هناك فعلا ركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة الثمانين لصالح الشباب واضحة طبعا كان موقع الحكم الصحيح الآن نشاهد هذه الحالة الأخيرة هنا هناك الانذار ثاني من لعب الوحدة تهور والحصول على الانذار الثاني وبالتالي استبعاد الملعب كان قرار الحكم الصحيح هذه تقريبا كان في الدقيقة الثلاثة وتسعين او نهاية المبارات جبنا في الدقيقة خمسين الانذار الأول اللي حصر عليه انا دائما الانذار الثاني결 العنذار الأولاني واشاهد هل هو صحيح ولا هذا الانذار الأول في دقيق الخمسين وانربط للانذار الثاني في الانذار الأول وكان الحكم عنده ثبات في الانذار انذار زائد انذار ثاني فبالتالي استبعاد من المباراة طبعا مجملا الماجد الشمراني يعتبر من حكام الواعدين عنده قوام جيد عنده لياقة كويسة عنده حضور ذهني ولكن للأسف في المباراة هذه يعني هناك قرار مؤثر وهو ركلة جزاء لصالح الشباب تحتسب في دقيقة ثمانين وبالتالي تأثر انتيجة المباراة انتيجة تعادل ولو جاءت ركلة الجزاء ما ناديك تيجي ما تيجي ولكن يعني قرار مؤثر فالحاكم يحصل على سبعة سبعة ونص تقريبا يعني دائما قرار مؤثر في عالم التقييم والتحكيم اللي يحصل على قرار مؤثر لا يتجاوز درجته سبعة ونص فنتمنى ان شاء الله الفترة الجاية طبعا المباراة الجاية الان بتشد تجي المباراة الصدارة تقارب النقاط فيجب اختيار الحكام بعناية ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الحكام بالمناسبات القادمة بإذن الله تعالى بكرة عندنا مباراة القمة الاتحاد والنصر رح نفصلها بشكل مفصل ان شاء الله يا كابتو ان شاء الله تعالى الله يعطيك العافية شكرا كابتو بمدوح المردسة الله يعافية كلام طيب الجوهرة بتشهد قمة الصدارة بين عميد طامح وعالمي متحفز الاتحاد بكل عدية وعتاده يبغي يخلصها بثلاث نقاط وخلفه جمهور رح يحشد نفسه لتأكيد ورح يحشد نفسه لتأكيد الصدارة النصر في جدة بدون الفريدي وحسين لكن يستند أيضا على تاريخه الجديد بأنه متفوق على الاتحاد يبغي يقتحم الصدارة بطريقة أو أخرى الجوهرة تشهد صراع القمة بين المتصدر المستضيف العميد الاتحادي أمام المتحفز العالم الأصفر تاريخيا مواجهاتهم كانت مميزة والحاضر واصلوا فيه متعتهم التي ينتظر أن تكتمل غدا سابقا كانت الكفة متساوية بين الطرفان حتى شهدت تفوقا اتحادي من عام 2006 حتى 2011 بعدها رد النصر واستطاع خلال ثلاث سنوات مضت أن يكون الطرف الأوحد في لقاءتهم سراع اليوم مختلف فالاتحاد يأمل في استثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها ويحقق انتصارا يبتعد فيه عن ملاحقية فسيرا ذكر أن فريقه مختلف عن السنوات الماضية وهذا ما يريد أن يبثه في نجومه يتقدمهم فهد المولد وسيكون كذلك مطالب حل المشاكل الدفاعية أمام أبرز الفرق هجوميا الاتحاد هذا الموسم متفوق في خط وسطه بفضل تواجد الأنصاري الذي غير من شكل الاتحاد كثيرا هذا الأمر لن يتحقق بسهولة أمام النصر الذي يسعى هو الآخر لإيقاف انطلاقة الاتحاد وتصدر الدوري لأول مرة الفريق يتواجد في جدة بكامل عتاده ينقصه أكثر اللاعبين تسجيلا عن الاتحاد الفريدي النصر في اللقاءة الأخيرة صحح أخطاع البداية ولا يريد خسارة النقاط خصوصا أمام المنافسين فهل سيتغير متصدر أم تبقى الأمور على حالها كابتن يعني مبارات مختلفة تعتبر مبارات مرتقبة بالنسبة لنا في الوسط الرياضي بأنها يعني متعتبر من المواجهات اللي من العيارة الثقيل لكن ممكن يكون السؤال الأبرز يعني في قبل المبارات من الأكثر جاهزية؟ الاتحاد المتصدر ولا النصر الطامح؟ والله نشوفنا التكافأ حاضر يعني التكافأ حاضر لكن المبارات ما فيها عذار لللاعبين إذا لم نشاهد مبارات فيها متعة فيها أهداف فيها روح عالية صراحة سوف نلوم اللاعبين مبارات من أهم مبارات الدوري مبارات مثيرة جدا كل مقومات تقديم مبارات عالية المستوى موجودة مقومات الفنية بشكل عام موجودة على مستوى العناصر على مستوى البودلة على مستوى الطموح بالنسبة للفريقين فريقين متقاربين في النقاط طموح الصدارة موجود عند الفريقين جمهور الاتحاد وفي جدة ومعروف كيف يكون حضورة كلها جوانب الحقيقة مقومات تعطي اللاعب يقدم كل ما عنده في الملعب لكن الغيابات أنا في تصوير لها تأثير يعني مثلا أنا أشوف أن حسين عبدالغني غيابة مؤثر جدا عن نصر على مستوى الروح على مستوى الناحية الفنية خاصة في خطورة الكرات اللي يعني يوصلها إلى منطقة المرمى لا زال حسين عبدالغني هو من أفضل اللاعبين رغم أنه يلعب في الضهير الأيسر البعيد لكنه يوصل كرته إلى المرمى بجدارة وباستحقاق ويستفيد منه محمد السهلاء هو الأفضل الأكثر جاهزية بعد يعني هو الحضور أنا أقول لك يعني إذا كان هو فعلا اليوم تكلمون عنه غير موجود الفريدي ممكن نختلف ونتفق أنه يعني البديل ممكن يكون موجود لكن عبدالغني لا زال لا يوجد بديل في النصر يكون مكان حسين عبدالغني يعني كظهير أيسر متميز جدا وحتى على مستوى القيادة من الناس اللاعبين اللي يعطي الروح صحيح يصير عنده بعض أحيانا الانفعالات وبعض الخروج أحيانا لكنه يظل لاعب مهم جدا في الأربع سنوات مع النصر الماضية والهدور الحقيقة في بطولة تحقيق النصر لبطولة الانفع الدولي بطولة الانفع الدولي صحيح يعني هذا يمكن الاتحاد في الجانب الآخر يظل مهم جدا كذلك غياب محمود كهربانا في تصوره يعني مؤثر جدا مستوى أحمد العكاش هل يشارك أولاء كذلك على مستوى القيادة؟ النصاري غير في الاتحاد؟ لا شكرا غير شكل الاتحاد غير غير ولاعب الحقيقة من أنا في رأيي من أفضل لاعبين الآن الغير سعوديين يقدم نفسه بشكل ممتاز بهدوء بمهارة بحضور فني ممتاز بتوقع عالي جدا كلاعب محور مميز جدا صراحة يعني طبعا والعمامة الفارقة في الاتحاد الآن هو فهد المولد أكيد السرعة والتحدي والاستمرار تهدي في ذلك التسجيل الخاصة لو استطاع الاتحاد يسجل هذا مبكر ممكن يربك في المقدمة صحيح يصبح قلق بالنسبة لأي فريق يقابله طيب خليني أخذ رأيك أبو عبيد في هالمواجهة النارية اللي خلينا نقول مواجهة مرتقبة تعتبر إيش العنوان الأبرز يعني باعتبارك أنك يعني رجل تعمل في الصحافة إيش العنوان الأبرز لهالمبارات؟ كلاسيكو كسر العظم أنا أعتقد أنه الاتحاد غدا سيكون أمام مطب واختبار ومحك حقيقي للمحافظة على الصدارة عندما يقابل النصر اللي كله جموح وعنفوان من أجل أن يضع بصمة حقيقة النصر ظهر بمستويات بالفترة الأخيرة جدا متميزة هناك ارتفاع بالرتم للفريق النصراوي أعتقد أنه سيكون ند صعب جدا أمام الاتحاد غدا نشوف أبو إبراهيم الغيابات في الفريق النصراوي أنا أعتقد ربما أختلف نوعا ما مع الدكتور عبدالعزيز في عملية عبدالله العنزي وإحمد الفريدي وأتفق معه في عبدالغني نوعا ما الفريدي والعنزي أعتقد هناك بدلاء قادرين أن يقوموا بأفضل من الأدوار اللي يقوم فيها هؤلاء اللاعبين عبدالغني حتى وإن كان يعيش في آخر مراحل حياتها الكروية إلا أنه يبقى مؤثر من حيث الروح والحماس وروح القيادة أيضا داخل المستطيل الأخضر على الطرف الآخر مبارات وأمام الجماهير الاتحادية وفي عز الفورما اللي يعيشها العميد أنا أعتقد أنها صعبة جدا على الفريق النصراوي في نفس الوقت هناك في الاتحاد فهد الأنصاري أثني على كلام الدكتور واحد من أفضل اللاعبين اللي رأيناهم هذا الموسم وصفقة ناجحة تحسب للرمز الاتحاد الراحل أحمد مسعود رحمه الله أيضا المستويات المميزة واللافتة الفهد المولد في الفترة الأخيرة أعتقد أنها ستشكل خطورة كبيرة على الفريق النصراوي مجمل اللقاء غدا أعتقد أنه لقاء أو كلاسيكو كسر العظم أنت قلت أنه أختلف مع الدكتور أختلف أنه يقول لك الغيابات ستؤثر على الفريق النصراوي لا أقول حسين عبدالغني طبعا لا هو يقول حسين بس أما الفريد وعبدالله العنزي أبو عبيد ركز معي الله يسلم عبدالله العنزي أبو عبيد هذا وقت النوم بالنسبة لك ولي شونك لا ترى طالعين من الجريدة والوقت متاخر يعتبر عندنا طيب تختتم أيضا لقاءة الجولة التاسعة بمواجهة الهلال والرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد وأيضا يدخل الأهلي أو يحل الأهلي ضيفا تقيلا على البعض دكتور كذا بسرعة الهلال قبل الهلال فنتكلم عن الملعب اليوم شاهدنا الشباب والوحد يلعبون عن الملعب أنا شخصيا كنت اليوم في فترة الصباح كان الشركة المنفذة داعين بعض الأخوان وكان في حديث عن الملعب حقيقة ملعب قمة روعة في أرضيته ممتاز جدا أرض مستوية ومناسبة جدا طبعا نحن ما جربناه كلاعبين صح هذا الخوف لكنه كأرضية وكاستواء وكنوعية زرع وكتنفيذ بناء على كلام المهندسين اللي تتكلموا معنا اليوم حقيقة ملعب ممتاز وأتمنى فعلا إذا نجحت التجربة طبعا هو خليط بين صناعي وطبيعي لكن صناعي فيه قليل حوالي 20 أو 30% لكن الزرع جميل جدا وبإسلوه ممتاز طيح بالهلال والرائد الهلال والرائد على الورق لا شك إنه هلال أفضل بمسافة لكن الرائد هذا الموسم أخذ مكان التعاون في الدول الماضي واللي قبله ونحن نتمنى طبعا التعاون والرائد يحضرون في كل صحيح بشكل قوي لكن الرائد الآن يقدم نفسه بشكل ممتاز استفاد من الاستقطابات اللي جاية يعني حتى بعض مجموعة منهم من نادي هلال مثل قحطاني عبد الكريم وغير لكن الهلال يعني كإسم وكأفراد وكعناصر وكطموح نعم هو الأقرب طيح أبو عبيد بس كذا على عجل الأهلي والباطن الفوارق الفنية تصب لمصلحة الأهلي بلا شك نعم وكذلك بالنسبة للهلال والرائد أعتقد أنه الكفة تميل لمصلحة الهلال مؤكد أنه كل الفرق استفادت من فترة التوقف بما فيها الهلال ومعسكراه الخارج تعتبر محسومة يعني المباراة والعلم عند الله أنه محسومة للهلال والأهلي غدا نعم شكرا بدر الصقرين من حل البرنامج المنتصر شكرا كابتن عبداليزة القالد شكرا للمتابعة نلتقي غدا في تغذية خاصة لقيمة الاتحاد والناصر في أمان الله شكرا للمتابعة